اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة وتجارة الحرص على تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الدول الأشقى في شتى المجالات خصوصا الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفد مملكة البحرين المشاركة في أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم بمدينة صلالة بسلطنة عمان وأشار سعادة الوزير إلى أن المكاسب والمميزات التي تأتي من خلال التكامل في مجالات التقييس المختلفة من شأنها أن تسهم بدعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الأشقاء وذلك تماشيا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولية ترجمة نانسي قنقر